يقف مجمع المخابرات العراقية السابقة الذي تركت أعيرة نارية أثارها على جدرانه صامدا في وسط مدينة السليمانية بكردستان العراق وذلك لتذكير الشعب الكردي بمعاناته في ظل النظام البائد لصدام حسين المبنى الذي شيد في عام 1979 جرى تحويله إلى متحف في عام 2000 ليكون واحدا من أوائل المتاحف من هذا النوع في الشرق الأوسط ويتكون المجمع من عدد من المباني التي استخدمت فيما مضى كمكاتب لجهاز المخابرات وغرف تعذيب وزنازين للحبس الانفرادي يرافق مرشدون الزوار في غرف المجمع التي كان رجال صدام يحتجزون فيها ألوف الأكراد ويعظمونهم وتعرض في غرف ذات ضوء خافت تماثيل وأدوات توضح أساليب التعذيب التي كان يتبعها أفراد جهاز مخابرات صدام مع سجانهم ترجمة نانسي قنقر